بسم الله الرحمن الرحيم والصوات والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم الثلاث من الكبائر يقع فيها اكثر الناس بالأسف الشديد والرسالة أخبرنا ان لا نحزن لان هذه الكبائر سيقع فيها كل الناس ولا من جاء لاحد منها لكن عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف نتعامل معها وكيف نستغفر منها ونحصن انفسنا منها لكن لجب ان تعلم انك لست تقع فيها واستقع فيها كله سيقع فيها حديث العظيم ثلاث لا يوجد منها أحد الحسد والطيرة والظن قال الصحابي ما العمل يا رسول الله قال إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق في رواية وفي رواية الأخرى فلا تقول إلا خيرا وإذا تزيارت فمض على المعنى نفصل الحديث ده ما معنى هذا الحديث ثلاث لا يوجد منها أحد أي ثلاث من الكبائر لا يوجد منها أحد الحسد والطيرة والظن الحسد لا يوجد منه أحد كل ذي نعمة محسود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولكن يختلف الإنسان لإنسان كثير بعض الناس أو بعض الصالحين يستطيع أن يسيطر على هذا الحسد في قلبه ولا يجعله يخرج ويتحول إلى عمل وبعض الناس الأسف السريد بيستسلم إلى هذا الحسد ويدفعه وهذا الحسد إلى أعمال ربما تكون مشينة الحسد شيء خطير جدا جدا الحسد أنت ممكن تحسد إنسان تقتله بعينك لأن الإنسان إذا ما يحسد بالعين يخرج من العين شرر الشرر ده يخترق الشيء الذي تبصله ربما يقتل إنسان بعض الناس يعني في قبيلة قبيلة بني سليم أو حاجة فيها مشهورة بالعرب بأنها حسودة فقال له تعالوا نترصد لمحمد نخلص عليه نترصد له نقتله فترصد له فعلا وكادوا يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأعينهم لو لأن ربنا صلى الله عليه وسلم عصمه عصم الرسول صلى الله عليه وسلم من أعينهم ونزل فيه قول الله صلى الله عليه وسلم ويكادوا الذين كفروا لا يزلقونك بأفصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين ويكادوا الذين كفروا لا يزلقونك بأفصارهم يعني خلوك وأعوك يقتلوك بعينهم فعلا كانوا بيترصدوا للقبائل وعندما تمروا قبيلة ومعها بقرة أو جموسة يترصدوا لها واضربوها واضربوا هذه البقرة بأعينهم فتقع سريعة وقبل أن تموت يجروا عليها بالسككين ويقوموا بزبحها وتسكياتها ويخزونها من أمام أعين أن الرجل هو وقف قدامه شوه الزفل حسد بيعمل ايه لذلك أحد الصحابة حسد رجلا كان جميلا يعني أبيض الجسد أبيض الجلد فعندما كان يغير ملابسه ليتوضأ فقال ما رأيته رجلا قط كجمال هذا الرجل له جسد كجسد عزراء بيضاء يعني ما رأيته رجلا كجلد عزراء كهذا الرجل فسخط الرجل يعني مخشين عليك يكاده أن يموت فجرى الصحابة الدرامة إلى رسول صلى الله عليه وسلم فجاء رسول صلى الله عليه وسلم يجري وقال ما بالو أحدكم يقتل صاحبه فقال الرجل ألا باركت له تقول له الله يبارك لك ثم قال له توضأ له فقمر هذا الرجل فتوضأ فعندما أنهى لدوء وصل إلى قدميه نشط الرجل الذي كان وقع صريعا كأنه عقال ينشط يعني كأنه قام هذا الرجل كأنه بعير نشط من عقال يعني كأنك بعير ربطه وفكيته أي معرضه ذلك أنت لو شكيت أنك حسدت إنسان اجريه وتوضع على طول لأنك ممكن تقتل لذلك إنسان رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أكثر شيء يقتل في أمتي بعد القدر العين رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العين وتدرق الجمل ويدخل القدر والعين وتدرق القبر فالحسد شيء خطير جدا 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 الحسد يعني هو الذي دفع إبليس الكفر والعزو بالله إبليس كان من أشد ملائكة اجتهادا في العبادة وعلما وكانها فارسا بغوارا كان فيه قبيلة اسمها الجن كانت سكنة ربنا سبحانه وتعالى خلقها وأسكنها الأرض قبل خلقة آدم بألفين عام وبعدين عاسوا في الأرض فسادا فأكثر واحد كان قادرا على التعامل معهم كان إبليس إنه كان واحد منهم فأرسله ربنا العالمي سبحانه وتعالى على رأس الجيش ليحارب هؤلاء الناس فانتص عليهم من تسرر صحيقا ونفاهم إلى جزور البحور فرقاه رب العمين سبحانه وتعالى وعطاه سلطان سماء الدنيا وكان اسمه الحارس فازداد كبرا وزهوا وفخرا غد ربنا سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم فامتلأ قلبه حقدا وحسن على أبين آدم ربنا سبحانه وتعالى ترك أبانا آدم على خلقته على هيئات طينية أربعين عاما فكان يدخل عليه كل يوم يركله بقدميه ويضربه ويدخل من فمه ويطلع من فيه ويدخل من فيه ويدخل من دبره ويدخل من دبر ويدخل من فيه وبعدين قال للملايكة أنظروا لهذا الكائن لأن خلقه الله سبحانه وتعالى لأو سلطان عليه لأهلكه أو لهلكن فأنظروا للحسد وربي ربنا سبحانه وتعالى عارف كل ده وشايفه وطرقه غاية ما ربنا سبحانه وتعالى اخترق يعني اقام عليه الحجة وطلب من الملايكة تسجد له فكفر إبريس ورفض السجود حسدا وحقدا لأبين آدم شوفوا الحسد بيعمل ايه الحسد يرس والعزو بالله العند والكفر كذلك اليهود وادا جاثرهم من أهل الكتاب لو ردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينوا لهم الحق فعفوا أصفحوا حتى يأتي الله بأمره الكفار أو اليهود أعلم الناس بصفة رسول صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم الوحيب منهم يعرفونه وكما يعرفون أبنائهم وإن أفريقا منهم لأكتمونا لحقهم يعلموه مع ذلك كفر بالرسول والسلام يعنون من أكثر الناس وأكثر الناس عارفون صفة ونعته الصلى الله عليه وسلم ماذا الحسد فدفعهم الحقد والحسد لأن الرسول والسلام لا يخرج من بني إسرائيل وخرج من العرب فحسد والرسول والسلام وكفروا به وأكثر الناس وأعلم الناس بالصفة ونعته وعارفون أنه فممكن الإنسان يحسد نفسه طبيعا لك الحسد ربما يقول في صورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لذلك المأسل اللي يقول ما يحسد المال إلا صحابه لإلحاد ما هو مسأل صحيح الإنسان إذا دخل على ماله وامتلأ زهوا وافتخر به وناسي أن هذا المال نعمة من رب العالم سبحانه وتعالى ربما يضيعه ذلك المال كما حدث لهذا لصحب الجنة في صورة الكهف إنه كان كافر وكان اختر بالله إذن شونا نصح سأقول ليه إذا حسدت فاستغفر الله لو شعرت بالحسد في قلبك استغفر الله وقل في نفسك لربما صحيحاته ادانه النعمة دي وحرامني منها لأنه عارف أنه استحقها ربما صحيحاته لا يبصلي بش حد ربما لو كنا ربما يداني النعمة دي لكنت تغيت لكنت افتريت لكنت اتغريت ربما صحيحاته عارف أنه عارف يضع أين يضع نعمة فبيد rainbow ربما كان فيها مهلكتي لو ربما تداني المال أو التداني العلم أو التداني والله هو الدهوله اللي أنا بحسده عليه ربما صحيحاته كانت فيها مهلكتي ربما صحيحاته لا تدالي لك نعمة دي عشان قول لنفسك هذا دي أول حاجة تاني حاجة قول لنفسك اللي ينقص عندي يكمل في أخوي المؤمن كالمؤمن المؤمن كالبينان المنصوص. فلماذا تحسد اخاك ربما يكون النعمة اللي هو الدهاله دي قل اللي ناقص فيها يكمل فخو المؤمن. قل ما شاء الله لا قوت الا بالله. كما قال كما علمنا رسول الله صلى الله يبارك لك ربنا يزيدك. فلو قلت كده ربنا سبحانه تعالى يمكن ربنا يديك النعمة دي. لان حرمة الحسد في ايه? فانك انت بتعترض على قدر الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه تعالى يعرف يعلم ما كان وما يكون يعرف ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعارف لو كان يديك النعمة دي كان ايه هيحصل? المال اللي انت بتطلبه ده? او او اي شيء او المركز او او اي. لو ربنا دهولك ربما كنت تضغى. ربما كان يكون سبب في مهلكتك. لكن هو ربنا عارف ان هو بالنسبة له هو هيكون هو هيصونه. لكن اكيد ربنا عوضك بشيء تاني. فقل في نفسك ايه اللي ربنا ادهولي ما تدهولوش? اكيد في شيء ربنا سبحانه تعالى اعطاه لي وما تدهولوش. فما تبصش اللي في ايده. بص اللي ربنا سبحانه تعالى حباك به وحرم منه هو. فا اه دايما نحدث نفسك بهذا. اولا قل ربنا سبحانه تعالى عارف وبيعمل ايه. وعارف بيدي كل واحد اللي يستحقه. وما بيظلمش حد. حرمني من النعمة دي الحكمة. والدهول الحكمة. اللي ناقص فيه يكمل في اخويا المؤمن. اللي ناقص عندي ربنا سبحانه تعالى يكمل عنده. ده ده ده. ده ده. قول ما شاء الله لقوة الا بالله. ربنا سبحانه تعالى اكيد عوضني بشيء تاني. اللي ناقص عندي يكمل فيه. هذا هو. اكيد ربنا عمل كده الحكمة. ولو كان ربنا ادالي النعمة دي. لكاد اكيد كان هيصيبني ضرر. ربنا عارف ان هو يستحقها. وما حرمني منها. لان عارف ان انا اكيد في حاجة عندي تمنعني ان انا عندي النعمة دي. ده هو ده. الالاج. ده اللي يخليك. ده يخليك ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيفعل ذلك الحكمة. ده حاجة. الحاجة التانية اذا حصلت فاستغفر الله. اذا شعرت بالحسد حدث نفسك بهذا. قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يبرك لك. ربنا يزيدك. اكيد فيه. اكيد انت تستحق النعمة دي. لحكمة. ودررك حكمة ومنعني الحكمة. ايه اللي عندي مش عندك. اكيد انا عندي حاجة مش موجودة عندك. فالحمد الله ان ربنا اداني الحاجة دي. وعوضني بيها. وهي مش موجودة عندك. وهكذا. هو ده اللي يخليك. ده علاج لهذا المرض. المرض الحسد. اذا حسدت فاستغفر الله. الحاجة التانية. الزن. الزن. ما في احد اللي سيقع في الزن. الناس الاسلام قال. اذا الزنت فلا تحقق. يعني ما تتكلمش. طب اذا تكلمت. يبقى طب الى الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث ده. سيدنا عمر بن خطاب وسيدنا وباقي السديك كانوا في صفرة مغازوا على الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين اه بعثوا غلاما لهم ليقضي لهم حاجة. فتأخر هذا الغلام. فقال احدهم ربما يكون عمر. ما هكذا فلان ما نرسله لقضاء حاجة الا وتأخر انه رجل النؤم. يعني كسوي. فعاد هذا الرجل وكان مظلوما. فذهب اه ابو بكر وعمر وكانوا جاعين. فقالوا يا رسول الله يعني نحن جاعون. فقال الله ولدي نفسي بهادي لقد قدمتما. والله اني لقارع لحمة اخيكم بانا ثانياكم. فقالوا يا رسول الله استغفر لنا. قالوا لا اذهبوا اليه فليستغفر لكم هو. رسول الله عليه وسلم رفض انه استغفر لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. وطلب منهم ان هم يذهبوا من نفسهم لانهم تكلم. شو ما الشاهد هنا في الحديث ده ايه. اولا واحد تكلم وواحد سكت. واحد سكت يعني راضة بهذا الكلام. وهذا الكلام فيه كان فيه ظلم او فيه غيبة بهذا الرجل. فالرسول الله عمر شاف لحم لحم هذا الرجل في فم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. رسول الله عمر رفض انه استغفر لهم هم الاثنين. فيبقى لو انت لو انت ظنن في انسان لأي سبب من الاسباب هتتكلمش. رسول الله عمر فلا تحقق. لو اتكلمت وطلع مظلوم بتعمل ليه لو اتكلمت وطلع مظلوم. اول شيء حاول ان انت الناس الناس اللي انت اتكلمت قدامهم دول زي ما اتكلمت عليه بطريقة مش كويسة تتكلم عليه بطريقة كويسة. يعني في الشيطات ده تروح تقول له طبعا يعني الرسول عمر قال له روحوا له هو يستغفر لكم يعني يازم يروحوا يقولوا انهم احنا ايه? احنا اتكلمنا عليك. فلو انت في الشيطات ده تعمل كده لو ما قالوا ايه? قالوا تتكلم عن الشخص اللي انت اتكلمت عليه ده وظلمته. كلام طيب وكويس. قدام نفس 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 الناس ده تتكلم عنه نفسي يعني هو تتكلم عليه كلام طيب وكويس قدام نفس الناس. ده اول حاجة. تاني حاجة هتحول تتصدق عليه بصدقة. يعني لو ديت ان انت تتصدق عليه بصدقة. يكون شيء طيب. الحاجة التالتة استغفر له. استغفر له. يعني كامل روحوا الله ما اخفر الاصحاب الاصحاب الحقوقي علينا. اصبح اصبح له حق عليك. فاستغفر له. يبقى حاول تتصدق عليه بصدقة. حاول تتكلم عليه. كلام طيب. في ملأ افضل من الملأ اللي انت اتكلمت عليه. كلام مش كويس. وتدعوله بالمغفرة. وتتصدق عليه. وتتكلم عليه كلام طيب. في ملأ افضل من الملأ اللي انت اتكلمت عليه. يعني لان انت خط فيه او خط في عرضه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 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 يكفي ان اقول لحضراتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جابيا للزكاة. لقبيلة من القبائل. هدي الراجل ده كان له كان في مشاكل بله من القبيلة. فتأخر. فالناس تلعت آآ عشان تستقبل هذا الرجل كانوا فرحين به. الرجل ده ظن ظن ان هم طانين يقتلوه كان فيي بالعمل بامشاكل. فرجع صلى الله سلام يجري وقال له رسول الله رفضوا ان يدفعوا لي الجزء الزكاة وحرجوا ليقتلوني. فالرخصستان عمل. رح مشهزر جيش هان يقتلهم. بعد شوية جاء هم الناس. فالرخصف الله أه آآ آآçe اه اه. الله يلم نفس إ exemروعوا لهم آآ آآ هم الرشاة ر faculty قال له hats off. له foot لماذا ادفعوا فreمة حريبكم قال لهوا هذا ليه? قالوا نفطوا ضفع الزكاة وهممتم بقتل رسولي قالوا اصلا الله احنا خرجنا فرحين به من نفعين به عشان فرحين عشان نستقبله فرحانين به قلنا جاء انا رسوله رسول الله فنزل قول الله سبحانه وتعالى يقول الذين امانوا جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قاموا من جهالتين فتصيبوا على ما فعلتهم ندمين نظروا شوفوا شوفوا الظن عمل ايه فالراجل ده لم يتحقق وتكلم على ظاهر يعني بدون ان يتحقق واخذ بالظاهر وكاد يعني ان يعمل فتنة بين المسلمين وتسبب في قتال في مصيبة فالخبار سماه سافة فاسقة مع ان كتنيته حسنة لكن المجرد انه لا يتحقق فشوفوا الحسد شوفوا الظن بيعمل ايه والانسان لم يتسرع فياك ان تزن في انسان وتتكلم بدون ان تتيقن فاستنتظر ما تزنمش انسان الا ما تشوف الا حصر الحاجة الثالثة التطير ففيدا تطيرت فمض يعني ايه الطيارة؟ الطيارة معناها التشاؤم كان العرب قديما اذا حاب الواحد منهم ان يسافر او يتزوج او يفعل اي شيء كان الواحد منهم يجب طير يطيره اذا طر يمينا يبقى الشيء مبروك وطيب واذا طر الطائر يصار يبقى الشيء يطيره يطيره الطائرة من الافيق ادواء الجهلية من الافيق فالإنسان يلبس أميس معين في مرة أو اثنين تحصل له مصيبة في هذه الأميس فتحدثه نفسه أن هذا الأميس في حاجة في يوم معين ينزل فيه في مرة أو اثنين تحصل له مصيبة في هذا اليوم يحصل عنده دماء من التشاؤم أو نفسه تحدثه حديث نفسي والحديث النفسي لا أستطيع أحده أن أدفعه حتى الأنبياء أن هذا اليوم بالذات يوجد حاجة فعصاصاً يقول لك إذا حصل لك هذا الحديث النفسي تشقمت من قميس أو تشقمت من يوم أو تشقمت من أي شيء لا تفعل إلا هذا الشيء لا تنزل إلا في هذا اليوم لا تلبس هذا القميس لأنك إذا لم تعملت هذا الأميس وطبعت نفسك أنت أشرقت بالله وكفرت بالله لأنك تظنيت أن هذا الشيء يضر وينفع تظنيت أن هذا الملبس حصل لك لذي حصلتك فيه مصيبة بسبب أنه يضر وينفع وده كفر بالله سبحانه وتعالى اللي حصل ده مجرد صدفة لا يوجد أي علاقة فإذا كنت تطيرت فمض يعني الشيء اللي أنت حدث عندك حديث نفسي منه هو ده اللي أنت تعمله وإلا توقعت وهتجد أن اللي حصل العكس لو توقلت على الله سبحانه وتعالى وفعلت الشيء ده حدث العكس اللي حدث العكس فده علاج الطائرة والظن والحسد فالثلاث كبائر دول بيقع فيهم أكثر الناس أو بيقع فيهم كل الناس العصاصم قال ثلاث لا يمج منها أحد ولكن عليه الصلاة والسلام ورانا كيف نتعامل معهم فما تقلقش منهم ولكن تكون حذر منهم جدا وقوم دائما على متيقذ حذر منهم ولكن لو وقعت في واحد من هذه الزنوب قم بسرعة وطهر نفسك من هذه الزنوب بالطريقة اللي احنا قلناها فلا أكتب لكم كلام ده تحتك فيديو ونسخون شنون ونشهاد العلم في ثوام عظيم ونعلم علما في اللو أجرم عملي بيوم القيامة لا مكوزة لك من قريب شيء في أيقونة تحت جنب العنوان اضغطوها هتفتح لكم الالتداع هتطلع لكم الفيديو هتطلع لكم الحديث ونشرح الحديث اتزخون شنون ونشهاد العلم في ثوام عظيم العلم علما في اللو أجرم عملي بيوم القيامة لا مكوزة لك من قريب شيء وشوش تعمل الجراسة في الشرق في قناة لأصلاكم جديد والساعدوني أنا أستغفر الله لكم